تزايد كبير في أعداد المنتصبات شهدته المؤسسة الشرطية خلال العامين الماضيين ما يعكس سعي المرأة للمساواة مع الرجل في مهنة كانت حكرا عليهم فقط فالشرطية اليوم تشارك في تنفيذ المذكرات القضائية وفي قسم التحقيقات وإدارة المباحث ومكافحة المخدرات والشرطة القضائية نشكر لكل من كان له دور في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكنها من اعتلاء مناصب قيادية مهمة في العمل الشرطي وأنا أتحدث اليوم عن نفسي كامرأة فلسطينية أعمل في الشرطة بإدارة المرور كيف وصلت إلى هذا المنصب القيادي بفضل الله تعالى وبفضل تموحي والتحدي وتولي الشرطة العنصر النسائية فيها اهتماما كبيرا خاصة في مجال التأهيل والتدريب المتواصل في كافة المجالات الشرطية والتي أثبتت الشرطية الفلسطينية كفاءة عالية فيها المرأة الفلسطينية في مجتمع الفلسطيني هي كما الرجل الفلسطيني تتحمل كافة الأعباء التي تقع علينا وتحديدا في ظل وجودنا تحت احتلال أبغض أنواع الاحتلال التي وجدت بالتاريخ فكان لابد أن تكون المؤسسات الفلسطينية بكافة أشكالها سواء كانت وزارات أو كانت شركات أو كانت مؤسسة أمنية أن تستوعب العدد الأكبر من العنصر النسائي ولمناسبة يوم المرأة العالمي كرمت إدارة الشرطة الفلسطينية الشرطة النسائية في كلية العلوم الشرطية في مدينة أريحة بحضور البعثة الأوروبية وبرنامج يو أن ومن وذلك للتأكيد على دورها في حفظ الأمان والنظام في كثير من المهام المفروض تكون فيها الشرطية الفلسطينية منها التعامل مع النساء التعامل مع الأطفال تفتيش المنازل مرافقة للحالات لبيوت الإواء للمستشفيات للمؤسسات القائمون على هذه الفعالية يسعون إلى تمكين المنتسبات في الشرطة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الضاعمة بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الشرطية تأتي هذه الفعالية تكريما للمرأة العاملة خاصة المنتسبات للمؤسسة الشرطية الحاملات همومة الوطن والمواطن من أجل فرض الأمن والأمان من مدينة أريحة وطن بلاص تلفزيون فلسطين